يا أهلا وصلا بكم مرة أخرى معكم زهراء عبدالعديز الخميس وهذه المرة رح نتكلم فيها عن The Anatomy of the Rest المرة الماضية تكلمنا عن For Arma Anatomy تكلمنا عن Radius, عن الألنى, عن البونز وعن المسلز The Structures والفنكشنز الموجودة هناك وكيف أنها رح تكمل معنا Tell the Rest لذلك أفضل لو تشاردوا الفيديو اللي قبل بحيث أن تكون عندكم صورة واضحة وكاملة لما نتكلم عن Anatomy of the Rest ويكون أسهل عليكم وفي نفس الوقت يكون ما بين اللغة واضحة ومشتركة فبسم الله خلينا نبدأ أول حاج رح نتكلم عنها هي Carbal Bones واتفقنا لما أقول Carby, Carbus, Carbal معناها تقعد أتكلم عن Structures related إلى الرست فالCarbal Bones هم عبارة عن Eight Small Bones المميز في هذه العظام إنه ما رح تكون مستقيمة أو linear أو in straight line لا ال-alignment حقها أو الترتيب رح يكون على شكل Arch أو قوس رح أسمي Carbal Arch طيب تقسيمها رح يعتمد على موقعها أو على Location رح تنقسم إلى أربع عظام Proximal أو قريبة وأربع عظام ثانية في صف آخر Distal أو شوية بعيدة طيب بعيدة وقريبة من من لما أقول قريبة أو Proximal فأني أقصد العظام القريبة من ال-radius من الألنى أو من ال-four-arm structure إذن العظام الموجودة في هذا الجانب لما أقول Distal أو Distal Raw فأني قاعدة أقصد الصف أو العظام الموجودة في الصف الأبعد شوي اللي رح تكون أقرب إلى digits أو بالتحديد المتاكاربل بونز جميل طيب المرة الماضية لما تكلمنا في الفيديو السابق تكلمنا عن السكافويد وعن اللونيت وقلنا أن هذه العظام رح تكون قريبة جداً من ال-radius بينما الألنى ما رح يكون إلى أي علاقة في الرست موفمت لأنه أصلاً فيه ما بينه ما بين الرست شوية مسافة فاتعرفنا على two bones باقي علىنا six bones فمو صعب أكد نحن نحفظهم لما نكون عندنا كثير نومونيكس ولكن أفضل أن نحن بعد نفهمهم ونربطهم فخلينا نشوف بعض الطرق اللي ممكن تساعدنا خلينا نبدأ بال-proximal raw سكافويد قريباً من كلمة سكافويد بالانجليزي السكافويد هي عبارة عن بناء حديدي أو معدني يستخدموا عمال البناء العمال اللي يشتغل في ناطيحات السحاب المباني المرتفعة الشايقة أو عمال تنظيف الزجاج هؤلاء العمال طبعاً مهارضين إلى كسور إلى إصابات إلى حوادث كثير وحتى السكافويد bone It's the mostly fractured bone عندنا ورح نتكلم أكثر عن الفراكتور زالة تصير فيها بعد شوي لونة لونيت لونر قلنا معناته عندي structure قمري أو هلالي فاللونة لون هي عظمة قمرية أو هلالية في الشكل والمميز فيها طبعاً هذا الpart is for your information بس المميز فيها أنه ممكن بعد لو لا سمح الله صار فيها فراكتور يعني كسر أو dislocation إزاحة من موقعها الطبيعي أو الأصلي قد تؤدي إلى acute carpal tunnel ورح نتناقش في هذا الموضوع لما نوصل إلى carpal tunnels triangle queen زي ما أحب أسميها أو triquitter إحنا نعرف لما نقول try زي لما أقول triangle مثلاً فأني أقصد إنه عندي حاجة بثلاث زوايا مثلاً لما أقول triangle أو three cornered لما أقول triquitteral pissiform أو pee form هي عبارة عن عظام تشبه حبات البازلاء في شكلها وبالفعل لو شفناها هذه العظمة رح تكون نوعاً ما مستديرة وتشبه البازلاء طيب أيضاً هذه العظمة فيها حاجة ما بينها وما بين الألنة مشتركة الألنة ما رح تكون انفوض في الموفمت of the rest وكذلك el pissiform وعشان لا تنسوا el pissiform لو شفنا الصورة اللي قبل هذه el pissiform هذه الألنة احنا اتفقنا أي حاجة قريبة من الألنة رح تكون medially إذن ألنة medially رايحة للبينكي على نفس خط el pissiform عشان لا تنسوها جميل نروح إلى distal room في مصر ما يقولوا طابلة يقولوا terapisa فtrapezium و trapezoid يشبغوا الطربيزة في حاجة إنهم أيضاً فيهم أربع زوايا أو four sided فtrapezium و trapezoid الثاني هم رح يكونوا زي الطربيزة four sided عشان لا تنسوها طيب الشيء الوحيد المميز اللي ممكن يخلينا نفرق ما بين trapezium وال trapezoid هو موقعهم وأهميتهم trapezium ما بينه وما بين الثم علاقة لو رجعنا للصور اللي قبل اتفقنا من البداية لما يكون عندي حاجة عند الradius رح تكون laterally رح تكون ماشي على الثم إذن على خط الradius يعني laterally رح ألقى هذه العظمة اللي هي الترابيزيام اللي تمشي على الثم فهذه العظمة جداً قريبة من الثم وعشان لا تنسوها ممكن تستخدموا هذه الطريقة جميل نجي إلى الترابيزويد الترابيزويد رح تكون شوية inside inside أقصد أنه داخل مع بقية العظام يعني متداخلة فرح تلاقوها باللون الأخضر فشوية صايرة inside يعني على داخل مو نفس الترابيزيوم صايرة على الأطراف أيضاً ممكن تذكرواها بهذه الطريقة capitaine تشبه كلمة capital اللي هي العاصمة أو captain فإت's the largest carb البون عندنا hamate تشبه كلمة هامر أو المطرقة ودائماً المطرقة يكون فيها جزء نوعاً ما يشبه الهوك أو الخطاف فأيضاً الهاميت it has a hook-like structure جميل انتهيتنا من الكاربل بونز بس معلومة إضافية موجودة هي في السلايدز ومهمة أعتقد أن أنتم تركزوا عليها هي أن الكاربل بونز اللي عندنا أو التعظم عشان يكتمل ياخد عدة سنوات يعني هذه صورة إلى طفل عمره 16 شهر يعني تقريباً سنة وشوي بعد كم سنة بعد كم سنة ثانين بعد كم سنة أخيرة ففي كل سنة سبحان الله أو في كل عدد من السنوات أو الأشهر نمو والعظام والأصفيكيشن تبعها وقوتها أيضاً تختلف لذلك سبحان الله قدرة الأطفال على الكتابة أو الهاند رايتنج أو المسك القلم من عمر لعمر تختلف scaphoid fracture خلينا شوياً نتكلم أكثر عن الفش أو الفراكتر اللي يصير عندنا في السكافويد فش لأن معناتها fall into an ostriched hand الناس اللي تلعب skateboarding أو skating أو لو كنتوا مرعي لمسطح جبلي عالي ولا سمح الله حسيتوا أن تونة بتطيحوا أو سقطوا أصلاً لا شعورياً سبحان الله تبدأ وتحاول أن تونة تخففوا من حدة هذه السقوط أو تقاوموا السقطة هذه عن طريق أن تونة تسندوا راحة إيدكم على هذا المنحن لأن تونة قاعدين تسقطوا مننا لذلك راح تشوفوا أن السكافويد بون جداً معرضة إلى أن تتعرض لكسر لو حاولتم تسوي هالحركة هذه فلما تكون إيدكم outstretched أو ممتدة بهذا الشكل ممكن أن تونة تعرضوا هذه العظمة إلى كسر المشكلة عندنا مو أن هي بس يكون فيها فراكتر لا لأن موقع الفراكتر عندي يفرق ليش؟ لأن أصلاً هذه المنطقة البلد سابلاي فيها أصلاً ضعيف جداً فلا سمح الله لو جاني كسر في هذه المنطقة مثلاً ما راح تكون مشكلة مرة كبيرة لأن شوفوا كيف البلد سابلاي جيد نوعاً ما لكن لو صار عندي في النص تقريباً هنا البلد سابلاي أقل إذن الهيلينج البروغنوسيس تبع هذا الفراكتر راح يكون أضعف شوي طيب لو جاني في هذه المنطقة راح يكون الخطر أكبر إذن موقع الإصابة أو موقع الفراكتر راح يفرق عندي كثير طيب كيف أقدر أعرف كإنديكيشن إذا فيه إصابة أصلاً أولى في عندنا anatomical snuffbox هذا هو عبارة عن triangular depression أو عبارة عن هبوط أو منطقة غائرة شوي تشبه التريانجل لا سمح الله لما يصير فيه عندنا fracture في السكافويد راح تلاحظوا إن هذه المنطقة ممكن يصير فيها redness tenderness وسهل إننا نحن نسوي لها palpation بالتالي نقدر نتعرف إذا فيه fracture ولا لا طيب انتهينا الآن من الكاربل بونز خلينا نتكلم أكثر عن الكمبارتمت اللي يمكن بعض الناس تحسس منها أو تحسس أنها هي صعبة بس هي ما هي صعبة بس bear with me وما على شوي شوي طيب أول ما بدأنا اللكتر في الفور آر وتكلمنا عن terminology وبالتحديد عن deep fascia وعن retinical قلنا إن ال deep fascia تشبه جزء يستخدمونه في البيوت وهي غبارة عن طبقة رقيقة جدا هذه الطبقة تتكون من collagen fiber لكنها ثن ورقيقة لو هذه الطبقة صل لها thickening أو زادت سماكتها راح تسوي لي حاجة أو تكون لي حاجة اسمها retinical وقلنا إن ال retinical يشبه ال wires كيف إنه فيه عندنا بعض ال wires يكون فيها body هذا ال body طالع منه مجموعة من ال wires و it hold down sorry it hold down the wires بنفس الطريقة ال retinical هو عبارة عن holder بس ما رح يمسك لي ال wires رح يمسك لي tendons جميل فإحنا الآن رح يتكلم عن هذا ال retinical ال retinical هذا موجود عندي anteriorly و posteriorly الحين أحتاجكم تتذكروا لما كنت أتكلم في four arm كنا نقول لما نقول anterior أتكلم عن flexors لما نقول posterior أتكلم عن extensors دائما هالكلمات مع بعض رح يكملوا معانا هني posteriorly رح يكون عندي يعني من الجانب الخلفي لو قلبنا إيدنا على ظهر اليد رح يكون عندي extensor retinical posteriorly anteriorly يعني عندي راحة الكف رح يكون عندي flexor retinical جميل إلى الآن الأمور طيبة فالي رح نسوي نحن رح نتكلم عن extensor retinical وال flexor retinical الفlexor retinical رح يكون على التركيز الأكثر لأنه فيه superficial و deep structure طيب قبل ما نتكلم عنهم خليني أشبه هليكم بحاجة بسيطة لو جينا نرسم الفlexor تبع retinical خليني نقولنا هذي عندي four carb bones طبعا زي ما قلنا رح تكون عندنا زي الarch أو زي التقوس على الجوانب شوية رح يكون طالع عندي العظام اللي رح تكون جدا على الأطراف أو يعني الموجودة عندي على أطراف الcarbal bones اللي هي الhamate والtrapezium وقلنا للtrapezium رح تمشي على خليني أجرع لكم نصور عشان تكون أوضح الترابيزium رح تمشي على الثم ولوجينا إلى الhamate رح تكون ماشية على الpinkey ليش ما قلنا paciform لأن أصلا قلنا من البداية paciform it's not involved في موضوع الرست هذا وفي الموفم تبعه أصلا فعندي على the most medial part على الpinkey تبعي عندي ديستلي الأطراف عندي الhamate وعندي الترابيزيوم جميل الترابيزيوم قلنا رح يكون لاترلي ماشي على الثام ماشي على الريديل أما الhamate رح يكون ميديلي ماشي على الpinkey ماشي على الألنة جميل هذه الدوم shape أو الجهة المقممة أو المقببة رح تكون عبارة عن reflexer britanniculum جميل طيب احنا دائما نعرف ان الكيك أو الباي دائما لازم يكون في حشوة من الداخل صح؟ وبرضو احنا دائما نحب نزين التارت ونحط glazing أو نحط garnish فبنفس الطريقة الغarnish هذي اللي رح تكون فوق رح أسميها superficial structure يعني الزين اللي فوق هي عبارة عن superficial structure أما الحشو اللي داخل اللي رح يعبر إلي في هذه المنطقة من تحت رح أسمي deep structure في ناس يشبغوا بالتانل وهو الشي المعتمد عندنا في الطب يسمو tunnel أو carble tunnel لأنه يشبه النفق وكأنه عندي نفق وفي عندي structure قعدة تعبر تحت هذا النفق وفي عندي structure ثانية قعدة تعبر فوق هذا النفق فتبغى تشبه بالكيك تبغى تشبه بالنفق as you like بس أهم شي توصلكم الفكرة جميل فإحنا الآن عندنا منطقة جوفة رح يعبر فيها filling ومنطقة علوية رح يعبر فيها أيضا structure لما أقول structure سواء superficial أو deep أقصد ممكن يكون tendons ممكن يكون blood supply ممكن يكون nerve supply whatever كانت structure الآن دعونا نتعرف عليها جميل أول حاج رح نتكلم عنها هي wrist flexor flexor إذن أتوقع أني أشوف anterior compartment جميل flexor رح نتكلم طبعا ما في نمونك معتمدة أنا شفتها ف I made my own نمونك خلال هذا الدرس فإن شاء الله تعجبكم إذا حست أن تبغيروها براحتكم It's totally up to you تقدروا تحفظوا هذه النمونك super professional medical physicist and radiologist جميل خلينا نمشي على structure اللي رح تعبر إلي في الحشو أو في الفيلنك تبع الكيكة أو تحت هذا التونل من داخل رح يكون عندي خمسة structures من medial compartment أو عفوا من medial side till the lateral side يعني ماشي عندي من من ال pinky الين الثم طيب خلينا نبدأ أول حاج رح يكون عندي حاجة اسمها flexor digitorum superficialis tendon وعندي flexor digitorum profundis tendon تذكروا في الدرس اللي قبل لما كنا نقول superficialis مو لأنه superficial compartment كنا نقول superficialis لأن تحتها profundis إذن إذن إني عندي flexor digitorum إني أحب صراحة أنه تكون الصور بها الطريقة أوضح من الصور اللي قبل فرح يكعون عندي flexor digitorum superficialis جاي لي من فوق profundis قلنا من قبل في الترمنالوجي معناتها عميقة إذن هي نفس هذه الستركتر لكن رح تكون تحتها إذن بشكل أعمق جميل أيضا عندنا median nerve وهذا عندي central focus تبعنا median nerve طبعا نرف جدا طويل ممتدلية من فوق من 4R مماشي إلى تحت وفي branches كثيرة جميل وانهو هذا هو median nerve ماشي إلي ليش median لأن جاي في in the middle side وماشي إلي وفي طبعا تفرعات تطلع منا أيضا عندنا flexor lateral side بالradius فflexor polices longest tendon هو عبارة عن tendon طالع لي من flexor polices longest muscle طيب فرح يكون قريب من هذا الاتجاه جميل يبقى عندي flexor carby radialis جميل flexor carby radialis موجودة أيضا عندي إذن صايرة عندي most lateral عفوا هذه زي ما اتفقنا كل ما مشينا على lateral side كل ما شفنا radius كل ما شفنا thumb أكثر that's it فهي سهلة وبسيطة بس حفظوا النمونيكس جميل أنا أفضل أنتم تشوفوها بهذه الطريقة بعدا إذا تحبوا تشوفوها بالقطع cross section لأن شوية صعب أنتم تشوفوها على طول cross section طيب الآن احنا تعرفنا على structures اللي عندنا خلينا نشوفها cross section عشان لو حبيت أنتم تطلعوا على الصور الموجودة في السلايد طبعا أهم حاجة ممكن أن نسيت أقولها اللي هي flexor retiniculum أصلا إذن كل هذه structures اللي قلنا رح تعبر تحت flexor retiniculum زي filling تبع الكيك أو زي tunnel فهذه deep compartment أو deep structures اللي عندي رح أسميها carbel tunnel أي حاجة تحت هذه القبة أو تحت هذه flexor retiniculum رح تكون جزء من الكاربل tunnel طيب تحت هذا القبة مباشرة أو flexor retiniculum أشوف على طول أنه عندي median nerve ولو جيد قارنت المedian nerve ببقية structure أقدر أقول أنه the most sensitive أقدر أقول أنه نوعا ما رقيق مقارنتا ببقية structure كلهم tendons أو جايين لي من muscle أو شوية فيهم strength بينما المedian nerve جدا حساس وجاييني في البداية فتخيل لا سمح الله لو صار في compression أو صار في إصابة في flexor retiniculum أو صار عندي ضغط في هذه المنطقة إذن أول حاجة أتوقع أنه تتأثر هي median nerve جميل وهذا الشي خلي عندي حاجة اسمها carbal tunnel syndrome فالcarbal tunnel syndrome رح تأثر لي على median nerve وهذه الPBL case تبع هذا الأسبوع it occurs متى لما median nerve هذا اللي ماشي إلي من four arm إلي digits تبع اليد يتعرض إلى compression يتعرض إلى squeeze يتعرض إلى أي ضغط أو إجهاد طبعا لأن هذا النerve مهم ولأنه طويل وممتد رح نشوف أنه رح يأثر لي على الthumb رح يأثر لي على indexes أو index رح يأثر لي على middle finger رح يأثر لي على نص ring finger جميل طيب رست flex retinaculum قلنا هذا الكلام كيف أن الهامة رح تكون في هذا الاتجاه والترابيزيون في هذا الاتجاه طيب طبعا الcarbal tunnel syndrome تكلمنا عنها من شوي لما تكلمنا عن lunate bone وقلت لكم this is for your information بس إذا تحبو أن تنتبهوا إلى هالنقطة ممكن ساعدكم ليش لأنه لو شفتوا بمنقع lunate bone رح تكون مرة قريبة من flex retinaculum فتخيلوا أن هذه العظمة لو صار لها fracture أو لو صار إلى dislocation معناته عندي الاتزان والاستقرار رح يختلف رح يختل بالتالي كأني سويت compression كأني قاعدة أعرضها إلى pressure كأني قاعدة أعرض هذه المنطقة إلى إجهاد which will affect the median nerve فما تغير عندي حاجة مقاعدة تعرض إلى إجهاد أو fracture أو dislocation فهذا هو عندي median nerve مباشرة تحت flex retinaculum ومنطقة جدا حساسة جميل بس خليني بس أمشي على بعض الأمور سريعة أهم حاجة بعد عندي دنتونة تنتبهوا إليها هي أن flex retinaculum superficialis وال profundis صايرين يشبهوا حبات البازلة شفو كيف زي حبات البازلة وزي ما قلنا superficialis رح تكون عندي الprofundis أو الdeep that's it it's very easy بس it looks hard هني إكسترا information إذا تحبوا تقرؤ أكثر عن Carbal Tunnel Syndrome وكيف إنه في عدة بعض الphysical examination تست زي الفالن اللي ممكن تساعدنا في الexamination جميل الآن خلينا نتكلم عن واحد من الجدد مهمة البالماريس لونجس مصل لو ترجع إليها شوية بالذاكرة إلى وراء تكلمنا في الفور آر في الأنتيري العضلة طويلة ممتدة عندي من الفور آر إلى راحة الكف طيب ليش نتكلم عنها الآن لأن هذه العضلة تعتبر vestigial muscle vestigial muscle أو structure معناتها وجود هذا في جسمي ما هو generally مهم في الفنكشنالي تبعي as a human being يعني بالضبط نفس wisdom teeth أدراس العقل في ناس عندها في ناس ماعدة في ناس عندها أقل من ناس كعدد فهذه البالباريس لونجس العضلة في ناس تلاك هذه العضلة ما هي موجودة عندهم إما unilaterally يعني موجودة في اليمين مثلا ما موجودة في اليسار أو bilaterally lacking يعني ما هي موجودة عندهم نهائيا لا في اليمين ولا في اليسار طيب ليش نتكلم عنها الآن لأن هذه المصل امتدادها رح يعطيني تشو رح أسمي palmer apneurosis طيب هذا palmer apneurosis شكله يشبه المروحة أو الفان يتكون من شكل مثلث نوعا ما عندي الابيكس أو القمة اللي هي الجهلة تشبه القمع تقريبا متجهة نحو flexorritiniculum أما البيس المنطقة العريضة قاعدة تكون لي four slips متجهة إلى digits وكلما اتجهنا medial عفوا latterly إلى الثم وmedial إلى الpinkey كلما شوية بدأت تكون thinner ليش لأن أتوقع أن يصير عندي the muscles of the hands إلا هم hypothenar وthenar إحنا لسا ما تكلمنا عنهم في هذه اللكتور بس just for your information for the next structure جميل لو لا سمح الله هذه الpalمر فاشيا أو هذه الطبقة من الpalمر apneurosis بدأت تصير thicker وإحنا زي ما قلنا كلمات تجهنا إلى الأطراف نتوقع أنها تكون thinner مو thicker الآن قاعدة تصير thicker وثicker وثicker رح نشوف أنها بدأ يطلع لي زي اللمس أو زي البروزات غالبا تكون عند ring finger وعند little finger وهذا تعتبر من أول indication إلى condition من contracture condition اسمها due patterns contracture جميل الآن رح نتكلم عن flexure tuniculum superficial structure عشان لا نضيع احنا تكلمنا من قبل قلنا flexure tuniculum إذن anterior compartment تكلمنا أنه عندي deep structure و superficial structure تكلمنا عن deep في carpal tunnel وقلنا الأشياء اللي رح تكون filling of the cake والآن رح نتكلم عن the top of the cake أو glazing أو garnish أو الأشياء اللي رح تعبر above the tunnel جميل طيب قبل ما نبدأ بس أبغى أذكركم بقاعدة مرة مهمة كنا نقول في الفور آر فيديو قاعدة مرة مهمة لما أقول anterior قاعدة أقول flexure لما أقول posterior معناتها قاعدة أقول extensor برضو لما أقول medial قاعدة أتكلم عن ulna قاعدة أتكلم عن pinky finger اللي هو صبع الصغير لما أقول thumb قاعدة أقول lateral radius جميل لا تنسوا هذا الكلام أبدا 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 الآن خلينا نبدأ طبعا ما في أي نومونيك في هذا الجانب فقررت أني أألف my own neumonic hopefully it would help you my neumonic is Florida University adopted curative tendinitis medicine ومرة كان صعب أني أألف هالصراحة يعني فأتمنى حقيقة أنها تساعدكم الآن خلينا نبدأ نرسل زي ما اتفقنا من أول ما بدأ أن تتكلم عن flexure تنكلم هذه عندي carbal bones four carbal bones وقلنا على الأطراف رح يكون عندي trapezium إذن قريبة من thumb thumb إذن عندي lateral إذن عندي radius جميل وقلنا عندي hamate hamate رح تكون قريبة من pinky finger إذن medially إذن ulna وتحت الhamate على طول رح ألقى elpeciform اللي قلنا أنها تشبه الألنة لأنها على نفس امتداد الثم اللي اثنين هم ما رح يشتركوا كelna bone يعني أوكي الelna as a bone والpeciform ما رح يشتركوا في the involvement of the rest movement جميل الآن إحنا عندنا flexure retiniculum يعبر ما بينهم وإحنا رح نتكلم الآن عن the structure رح تروح فوق flexure retiniculum جميل الآن خلينا نبدأ أول حاج رح نتكلم عنها هي tendon of the flexor carby alnatus flexor carby alnatus هي عبارة عن هذه المصل الموجودة في الفور آرم امتدت وعطتني tendon جميل هذا أول حاجة ثاني حاجة l'ulner nerve قبل ما نتكلم عن l'ulner nerve هذه عندي ال'hamate فوق وهذه عندي ال'pissiform تحتها على طول شوفوا تشبه البازلة وقلنا ال'hamate رح يكون فيها hook فرح تكون مميزة جميل ال'pissiform على طول رح يكون عندي ulner nerve وحنا قلنا pinky إذن medial إذن ulna إذن hamate جميل nerve على طول رح يكون عندي ulner artery تذكروا دائما ان superficial structure it's sponsored by the ulna رح تشوفوا flexor carby ulnar nerve ulnar nerve وآلنر artery وبعد ما كفأها طلع عندها branch سمينا cutaneous branch إذن من اسمه cutaneous إذن رايح إلى skin palmer cutaneous branch of the ulnar nerve إذن نفس ulnar nerve هذا طلع إلي branch أو طلع إلي تفرع صغير رايح إلى الskin خلصنا الآن عندي palmaris longest tendon في السلايز مكتوب لكم في present ليش في present لأنه تولنا تكلمنا وقلنا إنه vestigial muscle فلو ما كان عندنا ذي المصل ما رح يكون عندنا هذا tendon جميل palmar cutaneous branch median nerve إذن هذا الmedian nerve طالع عندي طالع منه branch رايح إلى cutaneous فلما أقول cutaneous رح يكون عندي nerve branch من الألنى و nerve branch من median that's it it's that easy هنا في بعض الصور ممكن هتساعدكم so good job everyone till now تكلمنا عن flexors رح نتكلم الآن عن extensors extensors إذن مباشرة أنا أفكر في posterior compartment posterior إذن extensors رتنقلم رح يكون في ظهر اليد ودائما نتذكر أن retinaculum معنات عندي body وطالع منه wires لكن المميز في extensors retinaculum أن هذا body أو هذا ما هو واحد هم six bodies كل body منهم رح أسميه tunnel هذا tunnel رح يحتوي على مجموعة من extensors اللي رح تعبر من خلاله وحول كل tunnel عندي synovial sheath باللون الرمادي أو الأزرق وللأمانة دكتور صراحة قالت أن we don't expect you as secondary medical student to remember extensors which tunnel they go through بس يعني للإحتياط ذاكروهم خليتها ليكم بألوان محددة ممكن ساعدكم بالنسبة للattachment أو الموقع إحنا زي ما قلنا عندنا six tunnels هذه tunnels بعضها رح يكون أقرب إلى medial part بعضها رح يكون أقرب إلى lateral part وزي ما قلنا medial معناتها alna معناتها pacifor معناتها hamate صح ولا لا فهذه كلها tunnels من 4 إلى 6 رح تكون أقرب إلى medial part في attachment تبعها ورح تمتد attachment تبع كامل الريتن إلى lateral part اللي رح يقابلني من خلال radius okay that's it for now وهني بعد ممكن تشوفوا صورة cross section تساعدكم كيف أن الradius رح يحتوي على 1 2 3 tunnels القلنا 6 5 4 وجزء من 4 رح يروح أيضا إلى الradius هذه أهم المعلومات في extensor retinical الآن رح نتكلم عن conditions اللي ممكن تصير عندنا لو لا سمح الله كان في مشكلة في extensor compartment أو extensor retinical طبعا لما أقول extensor على طول يروح بالي posteriorly posteriorly إذن عندي radial nerve هو main supplier إلى extensor compartment therefore لما يكون عندي مشكلة في radial nerve أتوقع أن extensor رح يصير فيها مشكلة فما رح يقدر الpatient أن يسوي extension فرح تلاقوا أن الpatient في عنده absolute flexion إذا فيها زي rest drop تلاحظوا أن الرست هنا وكأن فيه هبوط أو نزول ليش لأن basically patient مو قادر يرفع إيد عشان يسوي balance يعني ففي عنده full flexion الحالة الثانية هي it's a type of tendinitis المشكلة فيها لما هذه الشيث التي تغلف لي التنل التي تكلمنا عنها يصير فيها swallowing أو irritation تلتهب أو يصير فيها inflammation ليش بسبب كثرة الاستخدام في الناس مثلا تكتب واجد أو مثلا الخطاطين تلاقي إننا عندهم هذا ممكن تكون inflammation it's caused by repetitive actions زي ما قلنا في الكتابة مثلا فهذه tunnels if you want to see it clearly هذه tunnels اللي تكون عند الثوم اللي تكون laterally جميع خلصنا آخر سلايد بس رح نتكلم سريعا جدا وكأنها مراجعة عن capsules nerve supply with ligaments يلا بسم الله خلينا نبدأ أهم حاجة نعرفها إنه لما نتكلم عن joints of the rest نتكلم عن synovial joints بالتحديد ellipsoid joint لما يكون عندي two bones رح يكون عندي dual layer يعني طبقتين هذه دول layer رح يغلفها من داخل synovial ممرين داخل رح ألاقي synovial fluid هذا joint ال-enclosement حقه رح يكون ما بينه وما بين ال-attachment اللي فوقه يعني from the above اللي هم ال-radius ومن تحت from the below the proximal raw of the carbal bones طيب لا سمح الله لسبب ما أو لآخر وعادة أن يكون trauma أو injury في الرست and hands فاللي يصير إنه ما بين tendons أو ما بين joints ممكن يصير في عندي leakage هذا يطلع لي حاجة أسميها ganglion cyst فاللي يصير عندي إنه هذه اللمب أو هذا التكتل عندنا رح يكون عبارة عن fluid طالع لي من الساينوفي لفلود وشكل لي زي اللمب that's it nerve supply super easy عندنا medial radial and ulnar زي ما اتفقنا medial nerve تكلمنا عنه في وين في carbal tunnel carbal tunnel معنا تقعد أتكلم عن anterior compartment مو إحنا قلنا anterior compartment عندي deep عندي superficial الcarbal tunnel كان في deep في الانتير anterior إذن مباشرة medial nerve it will be in the anterior branch radial nerve تكلمنا عنه من شوي في condition of the wrist drop إذن رح يكون posterior ulnar nerve رح يكون عندي deep and dorsal branches اللي تكلمنا عنهم من قبل جميل تمام انجي إلى joints and ligaments مرة سهلين بس يمكن الأشتسماء في البداية تبين أنه صعبة بس هي جدا سهلة رح يكون عندي أربعة joints ligaments palmer radiocarbal radiocarbal إذن هذه ال ligaments رح تكون ما بين elcarbal bones وما بين el radius palmer إذن في palm of the hand palm معناتها anterior صح لما أفتح إيدي anteriorly dorsal radiocarbal radiocarbal أيضا ما بين el radius وما بين el carbal bones dorsal رح تكون في خلف اليد يعني في ظهر اليد يعني ما رح تكون مواضحة في هذه الصورة بس لو بحثتوا عنها في أي صورة ثانية رح تشوفها مباشرة هذه ligaments لما نقلب إيدنا بالضبط نفس فكرة الاكستنسر كيف لما نقلب إيدنا رح نشوف الاكستنسر لما نقلب إيدنا في ظهر اليد رح نشوف برضو dorsal ligaments ulnar collateral هذا ال ligaments رح يكون ماشي ليه على ulnar إذن medially إذن قلنا جنب البيسي فورم جنب الحاميت لما تتذكروا جميل radial radial يعني ماشي ليه laterally جنب ال radius إذن قريب من لترابيزييم جنب and that's it that's the end شكرا جزيلا لكم ولتعليقاتكم وأتمنى بالفل أن أكون ساعدكم بس تفلح لكم جميعا ونسألكم دائما لطيف دعائكم بس من باب الأمانة حبيت بس أتأكد أو أكد عفوان على حاجة هي إن البريكيالس أنا قلت إن هي it's involved in the flexion of the wrist لا it's involved in the flexion of the elbow وهذا كان في درس الفور آرم هذه اللكتر كانت تشمل فور آرم and wrist lecture وكان فيها جزء بسيط من ال الهاند أناتمي ورح أكمل إن شاء الله الهاند أناتمي معاكم في المرة المقبلة بس تفلاك وشكرا جزيلا